أعلنت وزارة الإسكان عن خطتها لتوزيع 3414 وحدة سكانية على المستفدين من أصحاب الطلبات الإسكانية القديمة وهي الخطة التي تهدف إلى توزيع 20 مشروعاً إسكانياً قيد التنفيذ على المواطنين أصحاب الطلبات الإسكانية القديمة حيث تولي الوزارة أولوية لتغطية الطلبات الإسكانية التي تعود إلى الأعوام 1993,94,95 وقد استهلت وزارة الإسكان خطة التوزيع من خلال المشاريع الإسكانية للمحافظة الوسطى منذ مطلع الشهر الجاري حيث قامت الوزارة بأعمال السحب على الوحدات السكانية بمشروع سن مبادل الإسكاني وتخصيص الوحدات لقائمة المنتفعين فيما بدأت الوزارة بالأمس توزيع مشروع سند على أن يستمر التوزيع بالمحافظة الوسطى حتى النصف الأول من شهر يونيو الجاري وأوضحت الوزارة أن ألية توزيع المشاريع الإسكانية ستكون حسب المشاريع الإسكانية في كل محافظة حيث سيتم توزيع جميع المشاريع الإسكانية في المحافظة الواحدة في أيام ومواعيد متتالية قبل أن يتم الانتقال إلى محافظة أخرى بذات التتابع مشيرة إلى أنه من المتوقع الانتهاء من توزيع جميع الوحدات السكانية المدرجة حسب الخطة الموضوعة مع نهاية الشهر سبتمبر من العام الجاري وأكدت وزارة الإسكان أن قوائم المستفدين من المشاريع الإسكانية وضعت بعناية تمة وفقا لمعايير الأقدمية الذي يعد المعيار الأساسي في تحديد المستفدين من الخدمات الإسكانية بالوزارة مشيرة إلى أن الوزارة مستمرة في تطبيق نظام السحب الإلكتروني الذي تم استحداثه واستخدامه للمرة الأولى خلال برنامج توزيعات العام الماضي وأثبت نجاحا كبيرا باعتباره يوفر عناصر الشفافية والحيادية في توزيع وتخصيص الوحدات السكنية للمنتفعين بالتساوي مثلما تعهدت الوزارة وبينا في وقت سابق أننا صدد طرح برنامج لتوزيع الوحدات السكنية لله الحمد بالأمس ابتديننا في أول مشروع واليوم أيضا نعمل على توزيع المشروع الثاني ومستمرين إن شاء الله لسبتمبر وطبعا هذا يشمل تقريبا عشرين مشروع موجود قائم على الأرض ويختلف نسبة الإنجاز في كل مشروع وهذا طبعا يأكد أننا ماضين بشكل متسارع في إنجازها الوحدات السكنية وهذه المشاريع وحبنا أيضا نبين أن الوزارة مهتمة جدا في الطلبات القديمة ونحب نطبع من الجمهور الكريم أن هذا اهتمامنا الآن وهذه أولويتنا وودنا أيضا أن الجمهور الكريم يتواصل معانا اللي طبعا لم يتم دعوته لعملات السحب يتواصل معانا قد تكون في أسباب هناك ممكن نعالجها ويحظى بالخدمة المطلوبة طبعا حبيت بعد أبين أن الوزارة لن تكتفي بس ببرنامج التوزيع إنما عاكفت من مدة طبعا أن نراجع كل الطلبات الموجودة على قوال منتظار ونستعرض المشاريع المستقبلية ومنها طبعا مدن البحرين الجديدة ونعمل صراحة من الآن لنهاية هذا العام أن ننجز شيء يتيح لكل مواطن حصول على المعلومة وين بيحصل ومتى بيحصل وبتكون هذه مطروحة للجمهور الكريم وبكل شفافية وبكل صراحة عندنا سحب ألكتروني وهذا طبعا يتيح للمواطن أنه يختار ثلاثة خيارات ومن ثم يستقرع الخيار الذي يرغب فيه وحسب المتاح وهذا طبعا نحن طبقنا العام الماضي وأثبت نجاحه ومن غير تدخل بشري ويضمن درجة عالية من الشفافية والإنصاف كلمواطنين وحبت أطمن جمهور الكريم أن نحن مستمرين في عملنا بدرجة عالم الكفاءة وإن شاء الله نأمل أن أيضا الأشهر العديدة القادمة ستشهد الكثير من الأعمال والمشاريع ورح نطلع الجمهور إن شاء الله أول بأول